طالعتنا الأنباء اليوم بإعلان رئيس الوزراء انهاء تكليف وكلاء الوزارات الذين عينهم البرهان عقب الخامس والعشرين من أكتوبر وتكليف وكلاء جدد وفق قائمة معلنة حمدوك الذي كان ينتظر الناس منه إعلان قائمة وزرائه التكنقراط خلط المشهد بإعلانه للوكلاء الجدد وأعطى انطباعا عاما بعد اكتمال الكابينة الوزارية في الأمد القريب نظرة سريعة لقائمة الوكلاء المعلنة تشي بأن الرجل يحاول إعادة إنتاج قحت من جديد والاستمرار في نهج التشاكس بين مكونات السلطة والذي اعتمدته قحت طيلة العامين الماضيين لا يعرف على وجه الدقة سبب القيام بهذه الخطوة وما ستؤدي إليه من ارتباك في العمل الوزاري الذي لم يلبث أن استقر قليلا عقب قرارات البرهان ليرتبك مجددا بهذه القرارات وعلى خلاف اختيارات البرهان التي اعتمدت بشكل رئيسي على الأقدمية في الوزارة وظهر ذلك في عدد من المناصب خرجت قائمة أسماء حمدوك لتضم شخصيات رأاها كثيرون محل نظر وتشكيك في جانب الانتماء السياسي والواجهات التي يمثلونها كثيرون تفائلوا بأن حمدوك سيبتدئ مرحلة جديدة خالية من التشاكس وتنطلق بالبلاد إلى الأمام ولكن كثيرا من المراقبين لقرارات الرجل مؤخرا يرون بأنه ما زال أسير المرحلة السابقة وأنه يسعى لاسترضاء قحت بأي طريقة فهل يعيد حمدوك المحاصصات من الشباك بعد أن أخرجها البرهان من الباب؟ اشتركوا في القناة